مرحبا بكم في فيديو آخر اليوم سأريكم كيفية تغيير كلمة المرور للواي فاي الخاص بكم الطريقة في هذا الفيديو ستكون صالحة لأي راوتر ما يعرف أيضا بموجه لاسلكي لأن الخطوات هي نفسها على أي راوتر وسأبسط الأشياء بقدر الإمكان لجعل الفيديو سهل الفهم للجميع لتغيير كلمة مرور الواي فاي ستحتاجون إلى الراوتر ومتصفح الويب يمكنكم استعمال المتصفح الموجود في هاتفكم الذكي أو الحاسوب وقبل أن نبدأ أريد أن نقول لكم أن هذه العملية تصبح سهلة جدا بعد فهم دور المتصفح في تغيير كلمة المرور للواي فاي بالنسبة للهاتف الذكي عندما تريدون تغيير كلمة المرور تذهبون إلى المكان المخصص لتغييرها في الإعدادات بالضغط على أزرار وقائمات مختلفة لكن كما تعرفون الراوتر ليس به شاشة فكيف نتمكن من تغيير أي شيء فيه؟ هنا يلعب المتصفح طورا هاما المتصفح سيتصرف كشاشة للراوتر وسيفتح لنا صفحة خاصة التي سنجد فيها إعدادات الراوتر ففي الأساس طريقة تغيير إعدادات الراوتر تشبه لطريقة تغيير إعدادات الهاتف الذكي إذن كيف نفتح هذه الصفحة الخاصة التي ستظهر لنا الإعدادات؟ أولا انظروا إلى الوجه الخلفي أو السفلي للراوتر وستجدون ملصقا مثل هذا فيه ستجدون شيئين مهمين الشيء الأول ستجدون هو عنوان IP وهو العنوان الذي سيفتح لنا صفحة الإعدادات للراوتر في بعض الموجهات بدلا من عنوان IP ستجدون عنوان موقع عادي إنه فقط لتسهيل الحفظ لأن حفظ الكلمات أسهل من حفظ الأرقام فمهما كانت طريقة كتابة العنوان في الراوتر عندكم فإنه هو العنوان الذي سيفتح لكم صفحة الإعدادات لن أتحدث عن سبب وجود طريقتين لكتابة العنوان لإبقاء هذا الفيديو بسيطا ولكن بإمكانكم وضع أي سؤال وسأجيب في أقرب وقت ممكن الشيء الثاني ستجدون هو بعض المعلومات لتسجيل الدخول وستستعمل من أجل تسجيل الدخول قبل إجراء أي تغييرات في إعدادات الراوتر انقلوا هذه المعلومات على ورقة أو التقطوا صورة لها لأننا سنحتاج إليها في الخطوة الموالية الآن تأكدوا من أنكم متصلين بالواي فاي وتذكروا أنه بإمكانكم استخدام الهاتف أو الحاسوب في هذه الخطوات بعد ذلك افتحوا المتصفح وأدخلوا العنوان الموجود في الملصق واضغطوا على مفتاح الإدخال على لوحة المفاتيح وبعد ذلك سترون صفحة تسجيل الدخول مثل هذه وهنا أيضا أدخلوا المعلومات الموجودة في الملصق ثم اضغطوا على زر تسجيل الدخول أو على مفتاح الإدخال على لوحة المفاتيح بمجرد تسجيل الدخول سترون صفحة الإعدادات للراوتر الخاص بكم الواجهة عندكم ستكون مختلفة ولكن ستجدون كل العناصر التي سأتكلم عنها في هذا الفيديو وأيضا إنه من الممكن ترجمة الصفحة بلغة أخرى إذا كان المتصفح يتوفر على ميزة ترجمة مثل ما نجد في المتصفح كروم ولكن اعلموا أن هذه الميزة قد لا تعمل على بعض الصفحات الآن ابحثوا عن زر أو تبويب مسمى Wireless وبطبيعة الحال هذا الزر أو التبويب قد يكون باسم آخر حسب طراز الراوتر ولكن غالبا ستجدون إحدى من هذه الأسماء ومن الممكن أن تجدوا فقط رمز أو أيقون الاتصال اللاسلكي على هذا الشكل بمجرد إيجاده اضغطوا عليه بعد ذلك ستظهر لإعدادات المتعلقة بالشبكة اللاسلكية وستجدون سطرا به Password أو إحدى من هذه الكلمات حسب طراز الراوتر وبجانب الكلمة ستجدون مربع الكتابة يحتوي على كلمة المرور الحالية أو ربما يحتوي على النجوم مثل هذه الآن بكل بساطة امسحوا كلمة المرور الحالية وأكتبوا الجديدة بعد ذلك اضغطوا على زر Save عادة يوجد في الجانب السفلي للصفحة في هذه المرحلة بعض الموجهات قد يعاد تشغيلها تلقائيا لتطبيق التغييرات الجديدة فيكفي انتظار ظهور الشبكة من جديد والاتصال باستعمال كلمة المرور الجديدة في حال إذا كان لديكم راوتر يدعم النطاق المزدوج ستجدون شبكتين في قائمة الشبكات رغم أن هناك راوتر واحد فقط الأول يعمل على النطاق ترددي 2.4 GHz والثاني على النطاق 5 GHz لن ندخل في تفاصيل هذين النطاقين في هذا الفيديو فقط اعلاموا أن في هذه الحالة ستجدون أن لكل شبكة كلمة المرور الخاصة بها لذلك عندما تريدون تغيير كلمة المرور في هذه الحالة يمكنكم الاتصال بأي منهما للوصول إلى الإعدادات وستجدون قسما مخصصا لكل منهما وليس من الضروري أن تكون لهم نفس كلمة المرور فبإمكانكم استعمال كلمة مرور مختلفة لكل واحدة منهما إذا وجدتم هذا الفيديو مفيدا اضغطوا على لايك واشتركوا للمزيد من الفيديوهات إذا كان عندكم أي سؤال أو أي شيء للإضافة ضعوا تعليق وسأجيب في أقرب وقت ممكن شكرا على المشاهدة